اشتركوا في القناة لانه السيدات متى يتكلموش عني بزاف او لربما الناس اللي عادها يسمعونا نبغيو اننا نزيدو نتكلمو على هاد الموضوع اللي هو مهم جدا واكيد مع الموضوع غدي نتكلمو على المضاعفات الى ما تمش العلاج ديالو بالشكل يعني المناسب فشو ممكن نفهم طبي اللي نشرحو الناس على دوالي اه رحم صراحة ان هي اول مرة فشو درنا على دوالي رحم كانت المفاجأة لان بزاف الناس يقول لك واش كاينين هاد دوالي رحم وفيزاف الناس اللي كي عانيوا من هاد دوالي الرحم ولكن ما معمر شي واحد كيفكر فيهم قليل اللي كيفكر فيهم دوالي الرحم هما نحس لحد انه هما شي كتار بزاف وهما انواع كتير كاين شحان موحدة اللي ما تيكون عندهاش ما تيكونش عنده تماما احتش اعراض ولا احتش مضاعفات غير الطبيب ديال الوالدة ديالا او جينيكو تيقول لارا مني دلك مثلا سي زغيال ولا مني قلبتك الراها لقيت عندك دوالي رحم ولكن هاد سيدها دي اللي ما تيكونش عنده اعراض ولا مضاعفات ما خصاش تخوف منهم ما انه ما عندهاش اعراض خص بقدر مخصوم واحد المراقبة قبل مثلا الحمل الموالي الحمل والي ما كين باس سمش يدير واحد استشارة طبية باش تشوف هادوك الدوالي واش رجعوه عاديين ولا ما زالين منفوخين بزاف على حسب الحجم ديالهم على حسب درجة الاصابة ديالهم باش يمكننا قطرحوا واحد العلاج اللي قبل الحمل كاحتيات وكين الناس اللي تيكون عندهم هاد دوالي رحم وكيحسوا باحراض شني هاد الاحراض هي الام في اسفل البطن الام في فترة لغيقل او الحيد والام بالخصوص عند الجماع او العلاقة الحميمية او الغابور سكسويل وهدي مسألة كتكون كتيرة ولكن من المؤسف ان المرأة المغربية كتحشم بزاف ما كتقدرش تكلم عليها لا مع صحاباتها ولا مع طبيب ديالها اللي كتعتبر من المسائل اللي يطابوا وما كتتكلمش لها بعفوية وكتلقاها كتتهرب من هاد العلاقات الحميمية وكتوقع لها مشاكل نفسانية واجتماعية وانا كنعرف حالات اللي وقع المشكلة حتى ادى بهم الاطلاق فالدرجة انها علاش لان المرأة ما كتتطرش لها بطريقة عفوية دونك كتحس بهاد الالام كيف ما قلنا فالسيدة اللي كتحس بحال هاد الالام كتصوى اللي بده متعرض نفسها على الطبيب باش يشخص وباش العلاج راكعين وراها في سهل وبسيط جدا وخاق ما تكلموا عن العلاج بنسبة دكتورة اعطتي بعض الاعراض اللي كيتشابهوا مع امراض اخرين اللي هي نسوية مثلا قلتي الام في اسفل بطن قلتي يعني الام في العلاقة الحميمية اه الام اثناء الدورة الشهرية هادو كلهم كتير من السيدات اه اه تيدنو الاربما يكون هاداك لاندومتريوز تمام اه الام اللي في بروم ولا كيس ولا غيره فممكن انو مثلا في التشخيص الاولي الى ما مشاش عند اختصاصي في الفاريس ممكن على انو يوجهوا الحمدلله ما كينش عندك مثلا البيطانة المهاجرة ما عندكش في بروم كيبقا ونفس الالام ديك ساعات يمشي تماما خصو يشوف جينيكو ويزول الشك من هاد الامراض اللي ذكرتي ومن بعدي لما القاتش حاجة يمكن يكون استيشار طبية مع الاخصائي في الدوالي اللي قدر يقولو هادا رمسائل دي اللي باريس والخصوص النساء اللي عندهم اللي باريس في الرجلين على مستوى الفاخدين او الارجل سيكون عندهم واحد العلاقة واحنا مني تكون اللي باريس في الارجل دائما تقلبو على اللي باريس او الدوالي في الرحيم علاش لانا تقدروا نكونوا هم السبب او لما عالجناش الدوالي في الرحيم يقدروا هاد الدوالي في الساقين الى عالجنهم يقدروا يرجعوا دك شالاج دائما احنا كنا نعالجو دوالي لكيكونوا في الساقين ولكن دائما كنا نخطروا الاحتياطات وش ما كينش شي مصدر اخر من غير الدوالي غير في الساقين وش كاين في الرحيم وبطبيعة الحل سنعالجو احتضر الرحيم الى كانو سينو غريعة وتانية